استنفار في هذا المستشفى الحكومي والسبب إعطاء اللقاح للطاقم الطبي فهم كما يقولون في حاجة إلى سلاح بعدما واجهوا فيروس كورونا عزل حملة التلقيح تستهدف بداية العاملين في الرعاية الطبية بعد وصول 28 ألف جرعة من لقاح فايزر من أصل مليونين ومئة ألف جرعة سيتسلمها لبنان لم يخذوا للمستشفى كبار السن من غير العاملين في الجسم الصحي فكبار السن والمصابون بأمراض مزمنة هم الفئة المستهدفة بالمرحلة الأولى من التطعيم العوارب بعد ما تلاقوا اللقاح بالنسبة للقطاع الصحي اللي عنا كانت جدا طفيفة وخفيفة يعني أكثر شيء واجع محل الإبري شوية توخة، شوية واجع راس، شوية تعب يعني هؤلاء كانوا جدا يعدم العوارب من بعد أي فاكسان من العمل في المستشفيات رقابة دولية أيضا على عملية التلقيح من قبل الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر لتقديم تقارير إلى البنك الدولي وهو الجهة التي مولت إرسال اللقاحات إلى لبنان بقيمة أربعة وثلاثين مليون دولار يتأكدون إن كان الأشخاص الذين يعطون تلقيح يأخذون المعلومات الأساسية من الشخص الذي يتلقى التلقيح هل يشرحون له بعض المعلومات عن التلقيح هل يتم تحذير التلقيح بشكل صحيح تخزين التلقيح بسلسلة التبريد بشكل صحيح 38% من اللبنانيين لا يرغبون بتلقي اللقاح وفق استطلاع المؤسسة الدولية للمعلومات فيما أعلن 31% رغبتهم بالتطعيم أما الرغبة بتجاوز هذا الوباء والخلاص من خطة الطوارئ التي فرضها على البلاد والعباد فهي محل إجماع وصول مزيد من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى لبنان يعني لكثيرين هنا عودة الحياة إلى قطاعات تنازع من أجل البقاء في بلد يرزح أصلا تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية حسن خريس العربي بيروت